مين ترشح جيمس بوند جديد صعب صعب جدا 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 جيسون ستادم الله يطلع من كرانك يعمل جيمس بوند جيمس بوند ماينفعش يبقى اقرأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة ومنقشة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو No Time To Die وNo Time To Die هو وداعية دانيل كريج لان دي اخر مرة حيجسد فيها شخصية جيمس بوند والقسم الاكبر من حلقة النهاردة هو ملخص المنقشة اللي عملناها حوالين الفيلم على البث بتاعنا على نيمو والمناقشة دي حصلت على قسمين قسم بحرق وقسم بدون حرق فبعد القسم الاخير من حلقتنا اللي فيه التقييم واللي فيه المناقشة بتاعتنا هيكون فيه فاصل وبعديه حنتكلم عن الفيلم بحرية حرق والمناقشات اللي احنا بنعملها حوالين الافلام والمسلسلات على البث بتاعنا على نيمو عجبت الناس وبقى فيها مشاركة اكبر واكبر فبدعوا حضراتكم جميعا للانضمام لها لانها في الفترة القادمة ممكن تحصل مرتين وتلاتة في الاسبوع عشر يوم الخميس هتكون منقشة الموسم التاني من مسلسل تيد لاسو ان شاء الله حنبدأ في حدود الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة وبعد منقشة تيد لاسو الناس في البث هم اللي هيختاروا ايه العمل اللي حنقشوا بعد كده والمناقشة هتكون امتى فلينك ميمو قدام حضراتكم على الشاشة وتحت في الدسكريبشن انضموا لنا يا ريت واشتركوا معنا عشان هيكون فيه حاجات كتير قوي افلام ومسلسلات هتحصل في الفترة اللي جاية وخلونا نرجع لاحداث فيلم No Time To Die اللي بتبدأ بتقاعد جيمس بوند من عمله في المخابرات البريطانية ومحاولة بدأ حياة عاطفية هادئة جديدة ولكن الماضي مش عاوز يسيبه في حاله وبيقابل فيلكس اللي بيطلب منه مساعدته في مهمة جديدة مهمة طريقه فيها حيتقاطع مرة اخرى مع المخابرات البريطانية وبيتعرف من خلالها على الـ O7 الجديدة وبيتعرف كذلك على سلاح بيولوجي متطور وخطير بيمهد لمواجهته مع الشرير الجديد 7 اللي كذلك تاريخه بيتقاطع مع حياة جيمس بوند الشخصية فيا ترى ايه اللي حيحصل اخبار رامي مالك ايه اخبار رامي مالك متصرش يا رئيس للأسف مساحة الدور بتاعته مش كبيرة سماته الكلامية والحركية والسلوكية والدهنية وكل حاجة ملهاش مبررات كافية اللي اتحكى عنه اكتر بكتير من اللي هو قدمه على الشاشة من خلال التكسيد واختياره هو لمدرسة التكسيد معقدة اكتر من اللازم مليانة سمات تتسم بالغرابة في طريقة الكلام في التبريئة اللي هي الحاجات العادية اللي رامي مالك بيعملها في كل دور سواء الدور اللي هو بيعمله ويستوجبها ولا لا فانا تشجيعا لرامي مالك متحيز شوية لان تصميم الشخصية هو اللي فيه مشاكل ولكن في نفس الوقت انا ابتدت احس برضو للعدالة يعني ان رامي مالك هو رامي مالك في كل الافلام انا ما بشوفوش بيتلون بالطبيعة باعت الشخصية اللي هو بيجسدها ودي مشكلة يعني يؤسفني ان انا اقول ان من اكبر نقاط الضعف اللي في الفيلم رامي مالك او دوره تعالى نقول كده هل هو رامي اسوأ اشرار بوند يا ساتر ده انت مصممت بهدل للراجل اااا لا يعني مش عارف يمكن كريستوف فولتس احسن منه في سبكتر هافير بردام احسن منه في سكاي فول ماتز ميكلسن بكل تأكيد احسن منه في كسيان الرويال لان هو احسن منهم كلهم اساسا يعني فاه هو والجدع بتاع كونتوم و السولس افضل مشهد افتتاح في السلسلة المشاهد بتاع سبكتر ما كانش وحش كان برضو تقيل مش هادر افتاح في افلام جيمس بوند كلها متميزة وده حلو مش استثناء ان انا اطلع بنتيجة ان هو الافضل ما بين كل افلام السلسلة مش عارف يعني محتاجة مقارنة فرش شوي جديدة كده اكون لسه متفرج على الحاجات عشان اعرف اتكلم في النقطة دي فيه اغاني حلوة الاغنية حلوة الاغنية بتاعت التتر الظريفة عجبتني بس مش معلمة معاي مش لدرجة ان انا مثلا انطلعت ادندنها او فاكر التيون بتاعها او اكبرتني ان اروح ادور عليها بعدما الفيلم خلص انا دي ارمس وقتها على الشاشة كان قليل اه بس كان حلو جدا 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 كمان لان الشخصية بتاعتها مش لا تتميز فقط بالانوثة هي تتميز بان دمها خفيف وان ليها طبيعة معينة في المهمة بتاعتها واستعدادها ليها كمقدمة للحدوت دمها خفيف وبتبرر الطاقة اللي هي بيينتها داخل المشهد وبتبين الطاقة بتاعت التناغم ما بينها وما بين دانيل كريك كمان ولو الناس فاكرة كويس ان اللي كنين وراهم قصة لان هما اللي كنين كانوا في وكان فيه بينهم وبعض كيميا وكان فيه بينهم وبعض طاقة برضو انعكاسها على الفيلم ده موجود فالفصل الخاص بانادي ارمس من افضل فصول الفيلم تلات ساعات للفيلم كتير عليه لا بالعكس قليل عليه الفيلم كان محتاج شوية وقته اكتر على الاقل عشان نستعرض شخصية راني مالك بشكل اكثر عمقا ممكن اداء دانيل كريك كان اسوأ اداء في السلسلة لا خالص اطلقت بالعكس عنده تضارب واضح عنده مشاعر متضاربة عنده دور جديد يمكن اول حد في الجيمز بندات كلها هيعملوا بعيدا عن تفاصيله في تصنيفه كده بالاو سيفن يعني تحديات كتيرة جديدة وطبيعة جديدة الشبه اللي دانيل كريك بيعملوا مومن في الدور لا دانيل كريك من قوة الفيلم طبعا الاكشن اللي فيه متميز وفيه حاجات جديدة ومختلفة والعادي بص الاكشن اللي فيه حلوة ومتميز فيه حاجة واحدة بس اقدر اقول ان فيها حاجة جديدة المشهد اللي افتتاحي تصميميا وعلى مستوى زوايا التصوير الواسعة بالتحديد كان متميز قوي وده باين من التريلر مواجهة الاكشن الاخيرة نمطية جدا في تفاصيل افلام بوند ولكن فيها مشهد واحد او تسلسل واحد عجيب يعني مش عجيب اللي هو نظام عمري ما شفت زيه قبل كده بس مش شبه باقي الفيلم وهو سبحان الله برضو بوند وهو بيحارب طريقه عبر الاشرار على سلم نتعرفش يا اخويا صنعي الافلام اول ما الدنيا تيجي فيها سلالم الغزالة بتروء قوي وبيطلعوا حاجات جمدة جدا مشهد معمول علشان يدي لك احساس التيك الواحدة وقد يكون تيك واحدة مش متأكد قوي طويل والاكشن اللي فيه معقد ومتقن جدا 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 ده اكتر مشهد فريد في الفيلم بالنسبة لي على مستوى الاكشن فيه تسلسل تاني جوه غابة موجود في التريلر برضو واضح حلو جدا وفيه تصدير لمشاعر القلق وزوايا التصوير بتاعته والcolor palette بتاعته مش معتادة سواء في افلام بوند او في غيرها الباقي المدرسة العادية اللي انت عارف حبيت الجانب الرومانسي في شخصية بوند جدا وحسيت ان طريقة التغليف بتاعته حلوة جدا اولا احنا بنبتدي الفيلم ده بداية الفيلم خالص فما فيش داعي للعبة بتاعت الحرق والكلام ده في ايطاليا في نفس المكان اللي شهد علاقته مع فاسبر وذكر علاقته مع فاسبر بتلعب دور وبتقوده لاول مرحلة تضارب عاطفي بتحصل في البداية خالص في الفيلم في مشهد جميل جدا على كل المستويات وبتفضل عايشها معنا لغاية نهاية الفيلم من خلال العلاقة الجديدة اللي هو بيتعامل معها واللي بتحدد مصير كل حاجة يمكن وانا باتكلم كده مش من الظلم قوي ان احنا نقول ان جالب الرومانسي في الفيلم فعلا تقيل جدا لدرجة انه ممكن ينضم التصنيف الفيلم كله على بعض واعتقد ان هو مخدوم كويس وهو قد فيه كويس جدا ايه رأيك في دول لاشانا لنشك حلو جدا حلوة جدا 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 وعندها كارزما وعندها خضور وعندها استعداد بدني جيد قوي ما تدقش منها خالص هل الملأمة السياسية غيرت من طبعة بوند الكلاسيكية زي انه بتاع ستات غيرت في طريق تناول القصة ده اللي ممكن اوافق عليه والفهموا ان السيناريو تراجع كذا مرة من الزاوية دي بالتحديد فمش حكاية ان جيمس بوند موجود في نفس المواقف اللي كان بيتصرف بيها فيها التصرفات اللعوبة قوي واللي دلوقتي ممكن تكون غير لائقة في المفهوم ناس كتير من اللي بتروح السينما لا هي المواقف دي كلها اتغيرت احنا حطنا المرات دي في خط قصة ما بيعرضوش للمسائلة دي ما بيعرضوش للمواقف دي ولما كان فيها حاجات شبه ذلك هو تصرف بطبيعته كلاسيكية اللي احنا عارفا هل الفيلم ده من افضل افلام السنة حتى الان من اهم افلام السنة حتى الان ومن الافضل لان عموما احنا لغاية دلوقتي ما دخلناش في في الجد ما دخلناش في منافسة المربعات الزهبية عجبتك لامسة الكوميديا بالحدود المعقولة اللي موجودة فيها الفصل بتاع انا دي ارماس ممكن يكون اكتر فصل كانت واضحة فيه اكتر وكانت موفقة وفي محلها هو فصل عموما كده ممكن تفصله من الفيلم وتتفرج عليه ومعندكش مشاكل معه فآه الطبيعي حسيت بترابط خفيف بينه ترابط خفيف ترابط قوي الفيلم ده بيخليها خمسية بجد يعني احنا لغاية لغاية سكايفول كان عندنا فيلم وفيلم وفيلم التربيطة مش جائزة قوي اكتر من ان اه القصة ما بننفيش حدوثها ما بننفيش انه ابتدى من الحتة بتاعة كاسين ورائل زي ما احنا عارفينها وان كل حاجة حصلت موجودة معنا في الطايم لاين بس ما بيتبينيش عليها ما فيش بونة واضح عليها سباكتر هو اول فيلم بنع على اللي فات خلاص كده بقى فيه بناء كامل للموضوع وسباكتر ما كانش افضل الافلام ولو انه ما كانش فيلم وحش اه no time to die بيقفلها خمسية بجد بقى خلاص كده بقى عشان كده ده الفيلم الوحيد اللي بقول بقلب جامد ما ينفعش تتفرج عليه وانت مش متفرج على البقيين حتفهم مش ما فيش تفاصيل حتقع منك ما فيش حاجة حتطلع مش فاهمها اه بس القيمة بتاعت الاحداث مش حتترسخها عندك من غير ما تبقى شايفة اللي اربع افلام اللي قبل كده مين الافضل كريج ولا شون كونري لكل وقت ادان يا كيرولوس شون كونري كان للناس بتوع صاعتها ودنيل كريج للناس بتوع دلوقتي اللي مش كافي بالنسبة لهم انه هما يتفرجوا على مغامرات لان شون كونري لما عمل جيمس بوند ما كانش فيه جيمس بوند قبله فهو قدم لهم حاجة عارفنها من الواقع الادبي او المراجع الادبية بتاعتها لكن ما شافوش حاجة شابهة على الشاشة قبل كده لما وصلنا لدانيل كريج المفردات داية بقت مكررة جدا لدرجة انها بقت مطيرة للضحك فبقى مطلوب جدا ان الشخصية يبقى لها ابعاد رمية عميقة اكتر بكتير من السطحيات اللي جيمس بوند عاش فيها من البداية خالص لغاية بيرس بروزنان وده اللي هما قدموه ده سر النجاح واعتقد ان من العدل ان احنا نقول ان الموضوع ناجح في فجاوات يا مهدي في التسلسل بتاع خطة رمي مالك جدا 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 انا احساسي شخصي ان الدور ده كان مكتوب اكبر من كده وتقصص يعني ما كان متصور اكتر من كده وتقصص عشان كده احساس الناس بان الفيلم طويل اكتر من اللازم انا ما حسدش بالملل اطلاقا فصول الفيلم كتير وسهل يعني تتبعها سهل وما حسدش باي تطويل هل احنا بنقول ان الفيلم طويل اكتر من اللازم ده شيء مطلق لان انا مش موافق على ده هل ينفع ان نقول ان اي فيلم اربع ساعات طويل اكتر من اللازم ان اي فيلم تلات ساعات طويل اكتر من اللازم ان اي فيلم بيعدي ساعتين ونص طويل اكتر من اللازم حاسس انها بقت هدف سهل قوي اي حد في الدنيا يخبط فيها وخلاص طويل اكتر من اللازم ده تليها دعوة بكمية الاحداث اللي حصلت جواها هل هي كتير هل هي كفاية عليها في افلام اربع ساعات واقصر من اللازم والفيلم ده انا اسف يعني مش قصدي والله الحفلات أكتر من اللازم ولا بتاع أكثر من اللازم فيه أركات لشخصيات كانت محتاجة تتخدم أحسن من كده أنا لسه ما سمعتش الفيلم بس بالنسبة لدانيل كريج هل كان أداءه زي فيلم من أفلامه القديمة ولا إيه يا دو دانيل كريج من الحاجات اللي هو عملها ما عرفش هو اللي عملها ولا المخرجين اللي بيشتغلوا هم اللي بيرعوها بيعكس حاجتين مع بعض طول الوقت إن جيمس بوند بيكبر سناً بيكبر وإن التجارب اللي هو بيمر بيها بتترك أثر على طريقة معالجته لكل الأمور اللي هو بيقابلها فده مبني كويس جداً أنت مش حتشوف نسختين لجيمس بوند إلا في الأول خالص وصولاً لسكايفول في تقديري الشخصي مع سكايفول إحنا بتادينا نشوف واحد بيتغير في سبيكتر متغير جداً في الفيلم ده متغير تماماً لأنه اللي مر بيه مش قليل وسبع عليه أثر كبير جداً ولأنه سنه بيكبر إحنا بنحرس في الأفلام نقول لك فات أدي إيه والأدي إيه دوت هو بيرعيه وأنا شايف أن ده نضج في التكسيد موافق جداً منه لا تايم تو داي له أفضل ولا أسوأ فيلم في خماسية جيمس بوند بتاعت دانيل كريغ هو عملياً في النص على صعيد المستوى يحسب له عناصر المتعة وطر فيها المتوفرة فيه يحسب له أنه قد لدانيل كريغ فرصة وداع مناسب أكتر من الوداع بتاع سبيكتر يحسب له كذلك أنه قدم تناول مكثف للجانب العاطفي في حياة جيمس بوند وهو جانب الأفلام الأخرى ما كانتش متجهلا بالكامل ولكنه ما كانش في مركز الأحداث دائماً الفيلم كان محتاج حرفة أكبر في تصميم جانب الشر عشان يبقى أفضل ولكني ما اعتقدش أنه مهما عمل كان ممكن يرتقي لمستوى كاسينو رويال أو حتى سكاي فول تقييمي لفيلم No Time To Die هو تمانية ونص من عشرة وجانب كبير من التقييم ده بيمثل احترام وتقدير لقيمته في تغليف الخماسية ونقشة الحلقة إيه في رأيكم نوعية الأدوار والأفلام اللي المفروض رامي مالك يركز عليها عشان يتجنب لعنة التراجع للممثلين الفائزين بالأسكر ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام واستنوا بعد الفاصل لمناقشة الفيلم بحرية حرق جيمز بوند مات مات ليه مات علشان ما يقدرش يعيش حياته بعيدا عن الست اللي بيحبها واللي اكتشف ان هو كان ظلمها والبنت اللي دخلت حياته دلوقتي حالة ان اكتشف ان هو عمره في حياته ما هيبقاله حياة ليها معنا ده من أكثر النهايات الناضجة اللي كان ممكن أي حد يتصورها للسلسلة دي والمرتبطة جدا بالأحداث نفسها هي رأيك في موت جيمز بوند متكامل متكامل دراميا متكامل شيكسبيريا اللي هو أدبيا يعني متكامل في الصورة الكبيرة للأحداث متكامل للأحداث بتاعت الفيلم ده بالتحديد نفيش أحلى من كده نفيش أحلى من كده رسمي وإن الأزمة تتبني من السلاح اللي موجود جماعة تفاصيل السلاح دي عبقرية بين تلازينة فكرة السلاحة بو دي أن إي اللي يئذي اللي بيتعرض يعني هو بيصمم لأزاية دي أن إي معين يفضل موجود أي إنسان في الدنيا يحمله ما يعرفش يتخلص منه ولكن ما يموتش غير اللي هو مصمم لقتله وبعد كده فكرة الدي أن إي فكرة الهيرتج أو اللينيج عبقرية وإنها تتوظف جوه الفيلم وبعدين تيجي تلدعك في الآخر من الزاوية اللي أنت مش شايفها رغم أن يبصراحه قرب النهاية لما هو عمل القرورة الصغيرة ديت أعرفت إحنا رايحين فيها شوية بس ما كنتش متخيل إنها حتنتهي بموته دراما ناضجة بالمقايز التجارية يعني تعالوا ما نجعلصش الموضوع أكتر من اللازم مهدي ما تكلمتش عن البروفيسل الروسي ده شخصية كرتونية شوية فكرني باسمه إيه كان اسمه ألان كومينج بتاع بيرس بروزنان بتاع I'm Invincible كان شبهه شويتين حاجة برضو من الإرث القديم بتاع جيمس بوند هو الفيلم ده عموما استعار كتير من الكليشيهات بتاع جيمس بوند كهدية فان سيرفز وداعية للناس وده كان شيء حلو بصراحة مدايقنيش شوية في مشاهد الأكشن شوية في السيكونس بتاع أنري أرماس شوية في التفاصيل بتاع الفيروس شوية في تفاصيل العالم الروسي ده حلو باي بايا حلوة الساعة البتاع هيوحشنا كريج والله ليه ما خلوش النهاية سعيدة للكل ويعتزل عشان ما فيش حاجة اسمه يعتزل وعتزل قام مرة لغاية دلوقتي ثلاث مرات خلاص هو عارف كويس قوي اللعبة هتفضل تجذبه لدخلها تاني عمره في حياته ما هيقدر يكون علاقة جيدة مع أي حد وجوده دلوقتي بقى مصدر خطر على آخرين خد قراره اللي جاي في ميل دبل أو سيفن موام دول الوشين اللي أنا كنت أقصدهم احنا عندنا الوش بتاع دبل أو سيفن والوش بتاع جيمس بوند والفيلم ده علمنا ان دبل أو سيفن مش لازم يبقى جيمس بوند ده حد وده حد بس هل من العقل اننا نتصور ان دبل أو سيفن اللي هي لشانا لينش دلوقتي تقدر تشيل فيلم يعني حتى هما لو كانوا عاوزين ينقلوا الفيلم كانت محتاجة يعني تبقى حد أتقل من كده شوية على مستوى النجومية فأنا ما أعتقدش أنا أعتقد انها برضو حاجة جوة للحدود ديت وخلصنا منها والناس مش عايزة تتفرج على دبل أو سيفن تاني الناس عايزة تتفرج على جيمس بوند بتفاصيل جيمس بوند ببصمات جيمس بوند وهو ده اللي بيشكل تحدي على أي حد تاني أنا ممكن أقدم من خلاله حاجة جديدة إنه يقدر فعلا يجيب جيمس بوند ببصمات جيمس بوند بعالم جيمس بوند ما يفقدش القاعدة بتاعته ويحطه في سياق جديد بشخصية جديدة بأحداث جديدة وتجذب ده إن احنا عوزين نتفرج عليه دور كيو مش مؤثر خالص في الفيلم ده يا راجل يا طيب ده مؤثر ومؤثر جدا واختياره لانعكاس الخبر الأول بإن جيمس بوند توفع عبقري إن أول واحد تشوف على وشه الانفعال بتاعت جيمس بوند مات يبقى كيو مش بال مش بعدد المشاهد يا جماعة خالص يعني يا غورة جينيس ولا حاجة يا عم ولا مفهوم هو تمسك بيها ليه أصلا إحنا فاهمين إن انت أبسست بالأم إيه مسك في البيت لإيه هو وأصممت إنها تفضل معاك لإيه وفي الآخر سبتها ليه وإنت تفاصيلك إيه أصلا إنت غايم عمين يا عم أنت إنت عديت من الأمن إزاي ماتيلدا نيكست دابل قوسبان ماتيلدا معلش أنا قاسف بقى علشان يعني إيه آآ يعني يعني نرجع تاني للأزمة مينيون ومينيولي وديني والكلام دوت اسمها ماتيلد مش ماتيلدا ده وفعه أصلا كفيلون ميتها يعني هو ليه كان عايز يقتل اللي في السجن مش فاكر اسمه علشان هو بينتقم من سبكتر كله وهو وفيه بزنس درايفر كمان هي أزمته في الدوافع مش على كيفية القضاء على سبكتر وكيفية الانتقام من الناس اللي قرروا أنهما يصفوه هو أبوه البزنس بتاعهم والكلام ده كله ولا رغبته في أنهما يسيطر على مقاليد الجريمة ده كل ده كويس الحقيقة مفيهوش مشكلة المشكلة كلها في السيكونس الأخير خصوصا في حالة الاتصال العاطفي بشخصية جيمس بوند والتاريخ بتاع النسخة دي بالتحديد حالة انعدام الثقة اللي كانت عنده بصورة اللي حصل له قبل كده كانت حلوة قوي مش هتكسيده لصدمة إمكانية أنه تعرض للخيانة من واحدة ست المرة تانية جوه العربية لا تشنج ولا زعيق هو فضل متنح فضل متنح في وجه الموت وده بيبرر لك قوي قراره في النهاية ده نبع عن ايه لا لا حلوة حلوة لا بس حيثة اللي ما كانش بيرود تحسه انه كان مراهق الصراحة انت عارف تاريخ الشخصية عمر؟ انا فهم انت يعني مش اصدا انتقدك بس انت لو عارف تاريخ الشخصية لو شفت كاسين رويل وفاكره لا 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 تعرف الفيضان اللي كان جواه ده مبرر تماما واحنا لسه بنتكلم في المناقشة بتاع البوند انا ما تخيلتش ان احنا هنعمل المناقشة دي والله يعني انا مش عارف اشكركم ازاي انا تخيلت ان جيمس بوند مش من الافلام اللي الناس كتير شافتها ومش من الافلام اللي الناس كتير هتحب تتكلم فيها ومش من الافلام اللي الcommunity بتاعنا حييجي يتكلم فيها كتير فحنا اتكلمنا ساعة ونص وكان لسه فيه مساحة للكلام كمان انتو اجدع ناس في الدنيا والله والله اجدع ناس في الدنيا لس ونحن في المناش